الحمد لله قيمة مضافة بالأمس القريب سجل في مباراة فريق الاتحاد السعودي هدفين وسئل من صحفي سعودي حول تعليقه على لائحة المدخل المغربي فقال اللاعب بأنه لم يشاهد الندوة الصحفية وليس له علم بفحواها أو مضامينها هناك من اعتبر سيوسف بأن رد فعل اللاعب حمد لله هو غرور وهناك من اعتبره إحباط من عدم توجيه الدعوة له للعودة مجدداً للمدخل المغربي للأسف دائماً ما تحوم هذه التفاهمات على حمد الله يمكننا أن نتحدث عن حمد الله وعن قيمته الكوروية وعن مرضودي وهل الدور السعودي هو مرآة أو مقياس نقيس به الجودة للعب حمد الله وكل هذه مسائل يمكننا أن نتناقش حولها لكن أظن أن اللاعب حمد الله يستحق كما قال سعاد العلاوي يستحق فرصته في المنتخب اللاعب مرضوضه مرضوض جيد مع النادي ديالو اللاعب يسجل تقريباً في كل المباريات يسجل هدفين وثلاثة أو هدف على الأقل فأظن أنه يستحق أن تكون له فرصته في هذا المنتخب الوطني حتى نكون منصفين مع الرجل حتى الخطأ اللي يرتكبوا لا يوجد شيء خطأ جاسي من اللي يمكن يحرموا هذه الحياة من المنتخب فأظن أن المنتخب غفور راحي والخطأ اللي يرتكبوا الحمد لله ارتكبوا تعربت قبل ذلك وعادة للمنتخب المغربي الحمد لله استيعاب قدر تألق في النرويج في الصين في قطر في السعودية ربما هو لاعب متميز قد نقول أحيانا بأنه ربما مزاجي ولكن لاعب نجم سنقبله منه أحيانا بعد الهفوات الصحة التعبير إضافة استيعاب قدر بالنسبة لحمد الله أعتقد أنا متأكد أنه من اللاعبي الكبار في العالم ماشي غرف بصراحة لأنه اللاعبي اللي تي لعبوا في البوكس را ما كينيش بزيف را كين بن زيماء كين جيرو كين هالند يعني هاد اللعب هادا يكفيت سيفطلو صون تراجيزياش را غا يماركيها لأنه هو متعود يغيش يتنفس داخل مربع العمليات ومتأكد أنه لوصلوه عرضيات ثلاثة أربعة فلو أي مبارا غا يسجل ومنسوش أنه هو أفضل هدف في تاريخ كرة القدم الوطنية